السلام عليكم إن شاء الله سوف نتحدث عن موضوع مشروع زراعة البصل سوف نقوم الإجابة عن بعض تساؤلات متعلقة بهذه الزراعة الإنتاجية والأرباح والتكلفة بالنسبة للهكتار الواحد أول شيء سوف نقوم البداية والإجابة عليه ألا وهو الإنتاجية لكتم جميع المزارعين وخاصة المزارعين المقبلين على هذه الزراعة والمزارعين الصغار بالنسبة للهكتار الواحد تصل ما بين 50 طون و70 طون من حيث إنتاجية البصل وهذا العلاج على حسب العناية والتسميد والسقي والنوع التربة والموناخ كحد أقصى تصل البصل إلى 70 طون أو أكثر ودرج على حسب العناية والتسميد إلى آخره كذلك من حيث التكلفة إذا أردنا أن نقوم بزيارات هكتار واحد من البصل تصل ما بين جسد المليون ونصف مغربية وثلاثة المليون مغربية أي 2500 دولار حتى 3000 دولار إذا أردنا أن نقوم بزيارات هكتار واحد من البصل من حيث مصارف او تكلفة زراعته من حيث الارباح التي يمكنك بيع هكتار واحد من البصل على حسب الارقام فهي تتغير على حسب منطقتك على حسب طريقة تسويقك طريقة بيعيك من حيث الجملة او تسقيط الى اخر على حسب فيمكنك بيع هكتار واحد من البصل تقريبا بين 7 المليون المغربية و10 المليون المغربية او اكتر هذا فقط رقم تحفيزي بالنسبة الاخوان المزارعين وخاصة المزارعين الصغار لصراحة يمكنهم استثمار في هذه الزراعة لغاية تخلي لك واحد ارباح محترمة واحد ارباح جيدة مقارنة مع مصارفها يمكنك زراعة هكتار نصف هكتار ثلاثة هكتارات 4000 متر يمكنك كذلك زراعتها كلما كانت المساحة مزروعة كبيرة كلما كانت ارباح جيدة من حيث زراعة يمكنك زراعتها مرتين في السنة او اكتر على حسب يمكنك زراعتها من البودور او استعمال الشاتلات كذلك يمكنك زراعتها باستعمال الالات او الات عصرية وكذلك يمكنك زراعات باستعمال يد عاملة ويفضل استعمال الالات لتقليل التكلفات او مصاريف هذي الزراعة بالنسبة للبلاثتك الاسود نستعمله فقط لمنع اعشاب الضرة يمكنك عدم استعماله وبالنسبة الاخوان الذين ليس عندهم اعشاب ضرة فكما كتاح له معي نحن عندنا اعشاب دارة لهذا نقوم باستعمال هذا البلاستيك الاسود من حيث تسميد فهي صراحة ما فيهاش واحد تكاليف واحد اسميده من حيث العناية فهي سهلة جدا في الشهر الاخير نعتمد على سمات البوتاسيوم بوحد نسبة كبيرة لتطقيم حجمها وزيادة حجمها فالبصل قبل زراعته يحتاج الى ارض هشة يمكنك زراعته في التربة الرملية والحامرة كذلك فقط تجنب تربة صلبة او تربة مثل التربة السوداء الغير نفاذية لان البصل يحتاج الى تربة هشة لتطقيم حجمي وتطقيم تماري من حيث جني الحصاد تقريبا البصل يحتاج تقريبا تسعين ايوما يمكنك حصاده اقل من تلك المدة على حسب نوع حجم البصل وكلما كان حجمه كبير كلما كانت ارباح جيدة من حيث زراعت البصل اللي صراحة تكلفة اللي كتفصل المصاريف ما بين 2500 دولار و3000 دولار والارباح اللي كتفصل حتى 7000 دولار و10000 دولار اللي صراحة ارباح محترمة مقارنة مع مصاريفها ومع المدة المزروعة فيها على وهي ثلاثة اشهر اللي غدا تخليلك واحد ارباح محترمة واحد ارباح جيدة هذه فقط كارقام تحفيزية بالنسبة للمزارعين مقبلين على هذه الزراعة وبالتوفيق للجامعة اخوة كافة